لا زي ما كان فيه الألم من بعض الناس كان فيه برضو الخير من الناس تانية اه قد يخبر يعني كده يعني انتوا حسين بي حسيتوا بي كيفانا هما دوروا على الأرقام ده لي فوناتي وكلموه المعاناة بقى اللي انت مرت بيها يعني هل فعلا كنت فقدتي حاسة التزوق والشم خالص قد ايه بقى اه اه تماما تماما انا ابتدت ترجع لي تقريبا منها أقل من شهر يعني هاتي قد ايه تقريبا فقد الحاسة دي اه خمس ست سنين خمس سنين مش قادرة تشمي او تتدورك لا خالص وبتنفس من بوقي عمليات التجميل هل قصرت هل عملت عمليات تجميل انا عمري ما عملت عمليات تجميل خالص عمري في حياتي ما عملت عمليات تجميل هو لما مناخيلي كسرت انا كنت عايزة تصلح فبازت لكن عمليات تجميل انا عمري في حياتي ما عملت عمليات تجميل قلت تصريحها زين تنمر عاوز اروح قبري بالسبب شتمة الناس في الفترة دي كان فيه تنمر غير طبيعي وكان عندي حدثة ساعتها كان حاجبي كان مفتوح وبعدين كان من كتر الانتبياتيك اللي كنت باخده ايام الانفكشن لما ابتدى في مناخيري كنت بصور سحيرة الجنوب 12 ساعة وحست بردو مفيش اي من اي حد فبجد حسيت ان انا بجد يعني لا احيانا هايزة اموت بجد يعني لان بردو كانت التنمر ده ما وقفش خالص خالص ايه تفسيره بالنسبالك والله معرف هلك اعداء انا عمري في حياتي انا عمري في حياتي ما زعلت حد ده انا حكاية الغيرة دي مش موجودة في قموس عندي يعني ربنا ما ديني 24 اراد بحمد ربنا عليهم ده انا لما بشوف بنت زي الامر بروح اقول الله الله وادبر في عناي انت امراي يا ربنا يا حميكي ما عنديش خالص غيرة ما عنديش خالص لان انا مرتاحة بال24 اراد بتوعي ليه ممكن ناس تكون عايزة 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 تقتلني بالمنظر ده مش عارب ايه تفسيرك وحضرتك سافرت معي كذا مرة وعشرتين كتير الحقيقة انا اشهد ان انا كل مرة كنا بسافر الحج دايما بلاقيك موجودة يعني انا عامل ما شوفتك غير في بيت ربنا يعني حتى في مصر كنت فيشوفك ايه بيبسورة او لو ان ابنوا بنفتر مع بعض وكنا بنشوف تحت بعضه وشوفتك بتعمل يعني الحقيقة بتعملي خير الحقيقة بتاجد مع ربنا كويس كدا وربنا تقبل مني كفاء عشان كده انا مندهش من حالة التنمر اللي انتي تعرضت لها والعداوة اللي انتي بتقولي عليها هل في حد مثلا